فواحد وثلاثين مايو ستنقات الفين و... ايه دا؟ انت عايز ايه؟ انا عايزك في موضوع مهم بصراحة اهلك مش بيحبوك يا علي اوعى تسمع كلامهم اسمع كلامهم دول مهما عملوا هيفضلوا في الاول والاخر اهلك اسمع كلام مين انت كمان؟ اسمع كلام الناس مش بيحبوه اسمع كلامهم اسمع كلامهم اسمع كلامهم فكك منه عم علي وتبعيني اوعى تسمع كلامهم اسكو اسكو بس 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 نلتقي بعد الفصل اهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان في اول حلقة في سنة 2020 بس قبل ما نبدأ الحلقة فيه دايما سؤال مهم لازم نسأله انت عملت عضوية في جمهورية فرماستان يا ابني يا ابني فيها انت عشان تبقى واحد مننا لازم تعمل زينا اعمل زيكم ازاي يعني في 31 مايو سنة 2018 كان فيه بنته وقف في الشارع زيها زي اي حد عادي وفجأة طلع عليها واحد لا تعرفه ولا يعرفها واعتدى عليها بالضرب بألا حدة لما رواحت البيت كتبت بوست على فيسبوك بتحذر البنات من انهم يعدوا من نفس المنطقة في نفس الوقت علشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لها فاكتشفت ان فيه اكتر من بنت حصل معهم نفس الموقف في نفس المكان والاغرب من كده ان كل البنات اللي حصل معهم نفس الحادث كانوا مشتركين في صفة واحدة انهم كانوا بشعرهم والراجل اللي عمل معهم كده كان شخص غريب لا يعرفوه لعمرهم شافوه طيب ليه عمل معهم كده؟ البنات دول كلهم جمعوا بعض وعملوا بلاغ وبعدها اكتشفوا ان الشخص ده مصاب بالفصام يعني ايه مريض فصام؟ وايه هو المرض اللي ممكن يخليني اتعدى بالضرب على حد ما عرفوش؟ كتير بتيجي قدامنا حكايات ملاش اول من اخر عن مرض الفصام ما بين مجرمين ومدعي نبوة وحاجات تانية غريبة كتير وبيكون التفسير الوحيد للحالة دي ان الشخص ده عنده فصام طيب برضو احنا معرفناش يعني ايه فصام؟ كلمة سكتزوفرينيا كلمة اصلها يوناني متكونة من مقطعين المقطع الاول كلمة سكتزو معناها الانفصال وكلمة فرينيا معناها ميند فالمقطعين مع بعض معناهم الانفصال عن الواقع طيب السكتزوفرينيا او الشيزوفرينيا بتحصل ازاي؟ وايه هي اسبابها؟ العلماء اكتشفوا انه مريض من كل عشرة مصاب بالفصام كان ابوه او امه مصابين به وده اللي خلى العلماء يحتموا بعلاقة الجينات بالفصام وبتعمقهم اكتر في الدراسة اكتشفوا ان حالات التوقم لو حد منهم عنده فصام احتمالية ان الاخ التاني يتصاب بيه بتكون حوالي خمسين في المية ودي نسبة مش قليلة وبالرغم ان الجينات عامل مهم في الاصابة بالفصام الا ان الجينات المحددة المسؤولة عن الاصابة بالمرض ده لسه لم يتم تحددها حتى الان بس يقول انها مجموعة من الجينات مش مجرد جين واحد طيب ايه هو دور البيئة في الاصابة بالفصام؟ بيقولك ان من ضمن مسبباته بعض الفيروسات زي فيروس اسمه ابشتايم بار وفيه كمان بعض التفايليات اللي بتسببه زي التوكسوبلازموزيس اللي هو بيسبب مرض القطط ده غير كمان ان المخدرات بمختلف انواعها تعتبر من اكبر العوامل المسببة للاصابة بالفصام منهم مثلا وساعتها اعراض الفصام بتتوقف مجرد توقف تعاطي المخدر الحشيش هو كمان بيزود احتمالية الاصابة بالفصام ست مرات عن المعدل الطبيعي ولو مريض الفصام بالفعل اللي بيتعاطى مخدرات او كحوليات فده الواحده كافيل انه يزود من حدة الاعراض وشدتها ويخليها تتطور بسرعة وكمان الاجهاد العقلي والعصبي والتوتر وضغوطات الحياة والمشاكل الاسرية تعتبر من العوامل المسببة للاصابة بالفصام طب هل الكلام ده معناه ان اي واحد مضغوط ممكن يتحول لمريض فصام؟ يعني لو مثلا وراية مذاكرة مذاكرش عشان ما يجدش فصام؟ طبعا لا لان انت لو وراك مذاكرة تخلص الحلقة وتقوم تكمل لان الفصام ده ما هواش دور بردة او شوية صداع ممكن يجيلك في اي لحظة ده لازم يكون عندك استعداد جيني للاصابة بالمرض ده؟ تمام؟ ارتحت؟ قوم بقى ذاكر طيب هل المرض ده دارج ومنتشر؟ ايوا المرض ده دارج ومنتشر وبيحصل كتير لدرجة ان فيه ناس ممكن يكون عندها فصام وهي ما تعرفش او ممكن يكون عندهم الاعراض او بداية الاعراض بس هم مش عايزين يقولوا لحد عشان معاملة الناس ليه وما تتغيرش لدرجة ان حوالي واحد في المية من جميع سكان العالم مصابين بالفصام انت متخيل يعني ايه واحد في المية من العالم؟ السينما حاولت تاخد مرض الشيزوفرينية كمادة خام لبعض افلامها وبانت على احداث درامية وجريمة وحاجات تانية كتير وفي منها افلام نجحت وكسرت الدنيا زي فيلم شاتر ايلاند وفيلم والفيلم ده بيحكي قصة حياة العبكاري جون ناشي الحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وبالرغم ان الراجل ده كان مريض فصام وبيتخيل ناسه بيحكي معهم طول الوقت الا ان ده ما مناعهوش انه يكمل حياته وينجح وياخد جائزة نوبل ده غير كمان الفيلم المصري المشهور اسف على الازعاج بتاع الفنان احمد حلمي اللي ابتدى يعاني من الفصام بعده وفاة ابوه وكانت صدمة كبيرة جدا بالنسباله وفضل طول الفيلم يشوفه ويحكي معاك انه عايش معا بالفعل وما متش لأ وكمان قدر يعيش قصة حب مع الفنانة من ناشلبي وقاعد طول الفيلم معها بيخرج ويسافر وبيعمل كل حاجة وبيتعامل معاك انه شخص حقيقي بيتكلمه ويكلمها لكن مع الوقت اكتشف ان كل ده مش حقيقي وكرر يروح يتعالج طيب ايه هي اعراض الفصام الشيزوفرينيا او الفصام بيكون عندها نوعين من الاعراض الاعراض ايجابية واعراض سلبية الاعراض كلها بتكون اعراض خطيرة يعني الاعراض الايجابية ما هياش ايجابية ولا حاجة هي اسمها كده بس لكنها بتنقسم الاعراض ايجابية واعراض سلبية على حسن درجة الوضوح ودرجة الخطورة يعني مثلا الاعراض السلبية بتكون اكثر خطورة من الايجابية لكنها اقل في الوضوح علشان كده سموها اعراض سلبية واعراض ايجابية تعالوا بقى نفهم وحدة وحدة يا ترى ايه هي الاعراض الايجابية؟ اول حاجة معنا الهلوسة سواء كانت هلوسة بصرية او سمعية او حتى عن طريق حسة الشم الهلوسة البصرية زي اللي كانت في حالة جون ناش اللي كان شايف شخصيتين عايشين معاه طول الوقت وبيكلمهم وبيكلموه والشخصيتين دول هم صاحبه وابنه اللي كان بيشوفهم طول الوقت كان انهم حقيين وبيتكلم معاهم وفضلوا عايشين معاه بداية من مرحلة شبابه وفي بعض الاحيان بتكون الهلوسة البصرية على شكل عنكبوت ماشي تحت الجلد وغيرها من الهلوسة المؤذية اللي ممكن ترعب المريض زي الهلوسة السمعية اللي ممكن تخليك تسمع صوت بيندع عليك او بيكلمك والصوت ده ممكن يخليك تقذي نفسك او تقذي غيرك وقزية الغير بتكون هي المنتشرة اكتر الاسوات دي بتبقى كأنها حقيقة عمر المريض ما يقدر يكذبها او يحس انها مجرد اوهان علشان كده بتلاقيه في معظم الاحيان بيستجيب لها حتى لو كان عارف ان اللي هو بيعملو ده حاجة غلط حتى لو كان عارف ان هو بيأزي نفسه علشان كده مرضى الفصام احيانا بيكونوا مؤذيين لنفسهم او لغيرهم خصوصا في المرحلة المتطورة من المرض ده في بعض الابحاث التي عملت على ادمغة مرضى الفصام اثبتت ان منطقة الموجودة في الفص الجابهي من المخ بتبقى ناشطة اسناء وجود الهلاوس دي كأن المخ بيفصر الافكار اللاوعية على انها اصوات حقيقية بتجيله من براه تاني نوع من الاعراض الايجابية حاجة اسمها الضلالات او وده معناه ان مريض الفصام بيكون عنده قناعات مبنية على قصص غلط وهو الوحيد اللي شايفه صح ولو سألته ايه اسباب ايمانه بالقناعات دي حيقول لك كلام غريب مالوش معنى زي مثلا في حالة او وهم الاتهاض حتلاقيه طول الوقت حاسس ان في حد بيرقبه وبيتصنت عليه بيتوعده وعايز يقتله واحيانا بتكون في صورة شك زي مثلا ان يكون متجوز وشك في مراتي لأسباب غير منطقية طب يعني انت بتشك فيها ليه اه يعني عشان حطيتش مسلا ملح في لكل المريض في الوقت كتير بيكون صعبة عليه انه يحكي كل حاجة حاسس بيها فبيبتدي ياخد حذره ويبعد عن اي حد شاكك فيه وحاسس انه ممكن يقزيه وطبعا الموضوع ده بيكون مؤذي نفسية للمحايتين بالمريض خصوصا اسرته ثالت حاجة في الاعراض الايجابية ان مريض الفصام بيبتدي يحس انه محور الكون يعني مسلا لو شاه برنامج في التلفزيون بيكون فاكر ان البرنامج ده بيتزاع علشان يوصل له هو رسالة معينة او ان اي حاجة بتحصل حواليه في حياته اليومية بيكون عايزة توصل له حاجة بيكون حاسس ان العالم كله مركز معاه بس بطريقة مبالغ فيها شوية رابع حاجة ان المريض دايما بيبقى مشوش مش مركز ماقدرش يقرأ مقالة او يشوف برنامج على بعضه واحيانا في كلامه بتلاقيه ينطه من فكرة الفكرة من غير ما يكون في بينهم اي ترابط وينسى الفكرة اللي قبلها كأن حد سحبها من عقله خامس حاجة ان المريض احيانا بيحس انه متسيطر عليه من حاجة مش عارف ايه هي وبسبب الهلوسة السمعية والبصرية والاوهام بيبتدي بعض الناس يفسر على انها مست شيطاني او عفريت ويبدأوا بقى يمشوا في سكة الدجل والشعوزة والسحر قبل حتى ما يفكروا يعرضوه على دكتور يشخص حالته وعلى ما يجي في بالهم بقى كشف عليه بيكون الحالة سائت وعلاجها بقى أصعب ما يكون طيب دي الاعراض الايجابية يا الطرق هي الاعراض السلبية المريض عواطفه وحماسه نحية الحاجات اللي بيحبها حتقل تدريجيا وحيصبح شخص لا مبالي ده غير انه طول الوقت بيبقى مش مركز ومبهدل ومش قادر يهتم بنفسه او بشكله وبيبقى شخص عشوائي تماما الناس مش بتقدر تفسر الاعراض السلبية وبيفكرون مجرد انسان مهمل وكسلان ومش مهتم بنفسه وخلاص لكن صعب ان حد يشوف الاعراض دي على انه شخص مريض طيب لما هو المرض خطير كده ليه مش من اكتشفه من بدري؟ هقول لك علشان الفصام مرض مزمن اعراضه بتاخد وقت على ما تتطور وتوصل لمرحلة ملحوظة خصوصا ان في اعراض منها مش بتبان ولما بتبان مش بتتفسر على انها مرض علشان كده بيكون صعب شوية في التشخيص من البداية طيب هل الفصام ليه علاج؟ ولا المريض حيفضل طول عمره قاعد بيسمع فهلاوس؟ الفصام زيه زي اي مرض بيكون ليه علاج وعلاجه بيحصل على كذا مرحلة في البداية بيتعالج بالادوية اللي بتخفف من حدة الاعراض زي الانتي سايكوتكس او مضادات الذهان وبعدها بيبدأ في العلاج النفسي عن طريق العلاج السلوكي المعرفي اللي بيقوم بيقى طباء مختصين وده بيساعد المرضى في الحد من المشاكل اللي بتزعجهم زي الافكار اللي بتراودهم وطرق التصرف المبنية عليها وده بيساعد الدكاترة انهم يشوفوا المريض بيفكر ازاي وايه هي طرق تفاعله مع الحاجات اللي حواليه انه لما يمشي ورا دماغه هيكون اخر الطريق فين؟ فيبدأ الطبيب يعدل من سلوكه تدريجيا عن طريق انه يخلي المريض من نفسه يعرف يفرق بين الافكار المفيدة والضرة ويبدأ يخليه جرب طرق جديدة في التفكير والسلوكيات اللي بيكون مناسبة ليه ولما المريض يرتاح للطرق الجديدة هيبدأ ليكرر فيها لحد ما تبقى عادة وبكده يبقى تخلص من الطرق السايقة القديمة تاني طريقة في العلاج النفسي هو العلاج الاسري وده بيختص بتوعيد اسرة المريض باعراض المرض وبيخليهم ازاي يعرفوا يتعاملوا معاه بشكل صحيح واخر نوع هو العلاج الادراكي وده بيكون عبارة عن شوية تمارين عقلية بتحس من الذاكرة وكفاءة التركيز ناس كتير بتخاف من العلاج ويمكن احيانا ان يكونوا بيهربوا منه لمجرد ان ما يتقالش عليهم ان هم مرضى نفسيين وبياخدوا علاج نفسي وفي منهم اللي بيخاف يقول انه مريض علشان خايف يخسر شغله او يمكن ما يشتغلش اصلا بسبب المرض ده فيه واحدة اسمها سيسيليا ميجاو ودي مريض اتفصال مشهور عالميا قالت ان في خلال رحلتها مع المرض كانت طول الوقت بتشوف حواليها مهرج زي اللي منشوفه في الافلام وكان المهرج ده طول الوقت قاعد بيتكلم معها بشكل شخصي واحيانا كانت بتشوف بنت مسكة سكينة بتحاول تجري وراها طول الوقت وعايزة تقتلها كانت طول الوقت مهددة بالقتل لمجرد شبح بيجري في خيالها وخلال كلمتها في احدى فيديوهات تيديكس كانت بتقول انها شايف المهرج ده قاعد بين الناس اللي حاضرين لكنها حاولت تتجاهله عن عمد وقالت كمان ان الموضوع بالنسبة لها بقى عامل زي الكابوس لكنه كابوس بتشوفه وهي صحية تخيل نفسك كده طول عمرك عايش في كابوس ومش عارف تصحى منه ده الواحد لما بيحلم حلم مرعب ويصحى منه بيحمد ربنا انه هو لسه عايش ما بالك لما تشوف الكابوس ده طول عمرك بعدها العلاج بتامن شهور بعد محاولات كتيرة جدا مع والدتها اللي كانت رفض العلاج بشكل انهائي بحجة انها خايفة وتوصم انها مريضة نفسية قدام كل الناس لكن سيسيليا قررت انها تتخلص من الكابوس ورمت كل حاجة ورا ظهرها وتعلجت سيسيليا دلوقتي بقت رائضة فضاء وناشطة درست في مجال الفضاء والفيزياء الفلكية وبقت المؤسسة والرئيسة الحالية لمؤسسة البحث التعاونية في جامعة وفيه مشاهير كتير غير سيسيليا كانوا بيعانوا من الفصام زي جون ناش اللي تكلمنا عنه من شوية والرسام العبكاري فانجوخ وإدوارد أينشتاين ابن ألبرت أينشتاين وغيرهم كتير من المشاهير اللي كان عندهم فصام او حتى اي مرض نفسي تاني فاللي انا عايز اقوله ان وجود مرض في حياتك عمره ما كان عائق في طريق النجاح طيب لو في حد حولي بيعاني من الفصام ازاي يتعامل معاه بشكل صحيح أقل حاجة ممكن تعملها له انك ما دروش وتحاول تشجعه انه يتعالج وما تخوفوش من العلاج حاول طول الوقت تطمنه انك هتفضل جنبه مريض الفصام بيكون حاسس طول الوقت انه هو منبوز من المجتمع بسبب نظرة الناس لي وأفكاره المختلفة خصوصا لما بتعرف انه مريض نفسي معاملة الناس كلها بتتغير فما يصحش اننا نقلل منه او نحسسه انه منبوز او انه عالى علينا او نقوله اي كلام سلبي دايقه حتى لو كان على سبيل الهزار نحاول انه هيقلو الظروف بحيس اننا ما نحطوش في اي ضغط عصبي نهائي لان الضغط العصبي بيزود من حدة الاعراض ولو كان بيتعطى مخدرات او اي نوع من الكحوليات نحاول نشجعه انه يبطلها مش نوعه طول الوقت نعتبه ونقنبه ونقوله كلام يدايقه ما نعودش كل شوية نقوله ما انت كنت كويس قبل بتعطى مخدرات شفت نفسك بتعامل ازاي طيب يعني انت مستفيد ايه لما تقوله كده هل كلامك ده حيرجعه انسان كويس هل كلامك ده حيعالجه وفي نهاية الحلقة الحابب اقول كلمة بسيطة المرض النفسي زي العضوي مرض محتاج علاج ويمكن نظرة المجتمع للمرضى النفسيين هي اللي بتخليهم يتعطلوا عن العلاج مش اكيد ان كل مرضى الفصام مؤذيين ومش كلهم خطر علينا بس الاكيد فعلا ان كلهم بيعانوا كل يوم بيحاربوا اشباح بتكون حواليهم طول الوقت افكار مؤذية بتروضهم محدش فينا يعرف عنها حاجة لكل واحد دلوقتي ممكن يكون قاعد بيشوفني ومتشخص بالفصام لكل واحد بيشوف او بيسمع حاجات كل اللي حواليه بيقولوا انها مش حقيقة لكل واحد بيقوم كل يوم يبدأ حرب جديدة مع وهم ملهوش وجود بتطمن انت مش لوحدك احنا كلنا وقفين معاك حسين بيك وبمعاناتك نشوف كل حلقة الجاية لو المحتوى اللي منقدمه عجبك وعيزنا نستمر اشترك في قناة فرماستان على يوتيوب ومتنساش تشغل الجرس حتلاقي المصادر بتحت الفيديو حتلاقي معهم الاكاونت الشخصي بتاعي على انستجرام لو حابب تتابعني بشكل شخصي تابعنا باستمرار وكن مواطن في جمهورية فرماستان السلام عليكم اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة